تتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية ففي ظل مقاطعة كتلة تحالف القوى لجلستين أمس واليوم احتجاجاً على عدم إدراج مقترحاتهم بخصوص الموازنة في الجلسات تواصل الكتل الكردية رفضها للموازنة مصرين على الإبقاء على نسبة الكرد وهي 17% وعدم خفضها وفي جديد التطورات قررت رئاسة مجلس النواب إحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية وقال مرسلنا إن اللجنة المالية ستقوم بدورها بجمع كافة الملاحظات وبتخويل من قبل هيئة الرئاسة بالتفاهم مع الحكومة لإدخال التعديلات على الموازنة وإعداد صيغة نهائية مضيفاً أنه يتم بعد ذلك إشعار هيئة رئاسة البرلمان من أجل تحديد جلسة استثنائية أخرى لعرضها والتصويت عليها وكان مجلس النواب عقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشة مشروع موازنة عام 2018 فيما أكدت مصادر أن مفاوضات تجري بين القوى الكردية والسنية لإرجاع الموازنة إلى مجلس الوزراء لغرض تعديلها اشتركوا في القناة